البداية مع موقع أكسيوس الذي أشار إلى تصاعد الخلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو في أعقاب التقييم السنوي للاستخبارات الأمريكية بشأن عدم الثقة في قدرة نتنياهو على قيادة إسرائيل ما أسفر عن اتهام واشنطن بتقويض عمل الحكومة الإسرائيلية يقول موقع أكسيوس أنه من غير المعتاد أن يتم الكشف عن مثل هذه التقييمات الاستخباراتية للوضع السياسي الداخلي لحليف رئيسي للولايات المتحدة العمر الذي دع المسؤولين الإسرائيليين إلى الاعتقاد بأن التقييم لم يكن ليخرج إلى العلن من دون موافقة البيت الأبيض الحديث لا يزال مستمرا حول الصحافة الأمريكية حيث قالت وول ستريت جورنال إن إنزال المساعدات جوا إلى غزة يتطلب جهدا كبيرا فضلا عن عدم فعلياته في حل الأزمة القائمة والمرتبطة بالمجاعة في القطاع أضافت الصحيفة أن هذه الآلية باهضة الثمن وأنها ليست كافية بما يكفي لإطعام مئات الآلاف فضلا عما تشكله في بعض الأحيان من بعض الخطورة تقول جماعات إغاثية إن عمليات تسليم المساعدات بالشاحنات على نطاق واسع هي وحدها القادرة على الحيلولة دون تحقق المجاعة الكاملة استشهدت وول ستريت جورنال بإحدى الرحلات الجوية التي استغرقت الرحلة على متن طائرة شحن عسكري من طرازي سي 130 من الأردن إلى قطاع غزة قرابة ساعتين وأن التكلفة بلغت لهذه الرحلة 30 ألف دولار وتطلبت طاقما مكونا من تسعة أفراد من دول خبرة في حين كانت الحمولة لا تزيد إلا عن ثلاثة أطنان ومائتي كيلو جرام تكفي بالكاد لإطعام نحو أربعة آلاف فلسطيني فقط واشنطن بوست قالت إن الحزن يخيم على سماء غزة في شهر رمضان المبارك إذ يعاني أهلها الذين أنهكتهم الحرب من المجاعة المحققة تحدثت الصحيفة مع خمسة من سكان شمال قطاع غزة حول كيفية إحيائهم لمظاهر شهر رمضان ومحاولتهم البقاء على قيد الحياة وسط فوضى الحرب واسعة النطاق التي لم تعد تميز قال سكان غزة في المقابلة إنهم يعيشون بشكل أساسي على النباتات الخضراء التي تنمو مع أمطار الشتاء وتموت مع اقتراب فصل الربيع أعربوا عن خيبة أملهم من استمرار الحربي حتى خلال شهر رمضان بما له من قدسية كبيرة في الصحافة الإسرائيلية بدايتنا مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل التي صلتت الضوء على انتشار الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال في القدس المحتلة تحسبا لأي احتجاجات أثناء صلاة الجمعة المقبلة في المسجد الأقصى المبارك تخشى الحكومة الإسرائيلية كما تقول الصحيفة من تفجر الأوضاع في القدس مع تصاعد الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان وبالتالي فتح أكثر من جبهة واحدة مع سلطات الاحتلال المحلل العسكري لصحيفة هارتس الإسرائيلية أموتس هاريل قال إن توسيع العمليات الهجومية التي يقوم بها جيش الاحتلال في وادي البقاع اللبناني مع رد حزب الله المكفف قد جعل كل الجانبين أقرب إلى الحرب التي حاول تجنبها كما يقول المحلل العسكري للصحيفة الإسرائيلية المجاعة تستخدم كسلاح حربي في قطاع غزة هذا كان واحدا من بين أبرز العناوين التي استخدمتها صحيفة دي جارديون البريطانية لتسليط الضوء على تصريح مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن كارثية الأوضاع في قطاع يعيش بالأساس أوضاعا إنسانية صعبة تنقل الصحيفة عن بوريل قوله إن إسرائيل تستخدم سلاحة تجويع كواحد من بين الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة دعا خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لإنهاء الصراع الدائري في الشرق الأوسط كما يقول جوزيب بوريل ترجمة نانسي قنقر